اهلا بكم متسبيعي عن فاس تيفي اليوم غاي جمعنا لقاء مع الدكتور مولايد سعيد اعافيف اخي صائف طب الاطفال ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية جينا اليوم باش ننقش معاه تشجع لديرها كورونا كنا كنعيشو واحد الحالة من الفزع والخوف وكل شي كيتسائل علاش حنا اللي باقين في المغرب علاش حنا باقين عايشين في قلق وعلاش حنا باقين الحدود مسدودة ومجموعة من تدابير باقين ملتاز مبعا واخا دارنا اللي قاح الأول والتاني وكيل البعض اللي دار حتى الثالث فعلاش باقين عايشين في هاد الخوف دكتور علاش باقي هاد الاغلاق دي الحدود وخالوا الوضعية الوبائية يعني قالوا بانا سفيدرنا اللي قاح الأول اللي قاح التاني غيرترجع لحياة لطبيعتها ولكن كنلاحظو ان باقي الأمور مرجعتش لطبيعتها وباقي نعيشين الناس في هاد العلا و هاد الخوف وباقي الحدود تهم مسدودين و الاقتصاد دائما فيه فرنخيفات و دائما الأوضاع الاقتصادية بقى ما يعني ما ولتش ستابل فشنو كيف تنفسرو هاد القضية أولا سنعرفوه بانه بلادنا المملكة المغربية وبفضل توجيهات سامية بلادنا اخذت تدابر استباقية منذ ظهور الجائحة اللي جعلت اننا نخرجه بأقل أضرار رغم انه اي وفادي اي مغربي ولا اي مغربية فأي تتعتبر خسراء احنا تنعرفو كل واحد فينا فقد ناس اصدقاء دياله ولا ناس هدا اذا هاد شي كين بعدها هدا هو الاولى احنا تنعرفو بانه المشكل ديال كورونا فهو مشكل عالمي لي حير العالم كامل واللي يجعل انه هاد الفيروس صغير هو اللي تتحكم فينا وتتحكم في الحياة ديالنا وتتحكم بقعف كل شي ديالنا احنا تزنى عبر مراحل هاد المراحل اللي تزنى منهم وصلنا اليوم الحمد لله في المغرب فعنا الحالة مستقرة احنا تنعرفو بانه هاد المتحور الجديد اللي هو خامس متحور لمقلق من بعد الفا بيطا قاما ديلتا فجا ووميكرو هاد اوميكرو تنعرفو بانه سريع الانتشار تين تاشر بحالو 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 بحمرون واحد عادي عشرة قبل كلول واحد عادي ثلاثة ديلتا واحد عادي خمسة وهدا واحد عادي عشرة هاد اقل شراسة من الدلتا هاد شيخ سميعرفوه الناس ولكني مع الاسف باقي عنا الدلتا هنا في المغرب وباقي الناس مع الاسف تي توفى وكذلك كين الناس اللي توفى حتى من جراء اوميكرو بحال سيدة اللولة اللي توفات اللي عندها 67 سنة واللي كان عندها سكري وعندها كذلك سمنة واللي كانت مادرتش جرعات تاريتا ديالها لحقا الجرعات التانية كانت اخذتها في شهر ثلاثة اذا كانت تخذت دير في البداية في شهر عشرة مادرتهاش المهم خصنا نعرفوه بالنهود أو ميكرو باش الناس يفهموها بالنسبة لهاد الناس هاد الفئات الهشة اللي عند الكبار الصين واللي عندهم امراض مزمينة فالجرعات التالية أصبحت ضرورية هاد مسائل علمية ما زدنا فيها ما نقصنا منها هاد الناس خصوهم يديروا جرعات التالية باش اللي اقدر الله وتصاب يدير مرض خفيف احنا كمسلمين تنديروا بعد اللي علينا ومن بعد راه الكمال على الله تدكون واحد القضية ديال اشنوية التركيبة الجينية اللي عندك حكيني الناس اللي صغار بتيديروا مرض خطير ولكن يقلال اذا وخصنا نعرفو بانه اللقاح دبا تجارب اللي جات من بريطانيا بينات بانه اللقاح تيحمي حتى الثمانين في المية من اللي استيشفاء الوصبيتاليزازيون وحتى الثمانية وسبعين في المية من المرض الخطير اذا هذا مهم باش رجعو للصلب ديال ديال السؤال ديالك انه الواحد تتسولي على البلدان الاخرين البلدان الاخرين ونصلوا واحدة نسبة عالية ديال تلقيه اذا مثلا فرنسا وخات تشجل تلتمائة الف في النهار الناس الموتى قلال والناس اللي في الانعاش قلال اذا هذا المشكل ديال هاد الفيروس هو الانعاش وهو الوفاة هو اللي تيجعل انه تيكون تشديد الحجر اذا دابا نحن نتمنى انه ما بقى قد ما فات وانه هو دين وصلوا لدروة حيك شنا دابا لاحظنا بحل البلاطو في الحالات انه بقينا تنظروا 7000-8000 ماشي اكتر اذا بحل البلاطو الى وصلنا لدروهم بعد بدينا تنقصوا ارا غاديت رجع الحياة خستنا نتعلمون تعيشوا مع هذا الفيروس مع الاسف كما دير نقع الناس استدير خستنا الكمامة وحنا شنا هذا العام انه مع التراخي اللي وقع والله يكون في العوان الناس عيات التراخي الناس موقعوش يدروه الكمامة موقعوش اكتر الاطفال تصابوا واكتر وحتى فيروسات خرعين بحل القريب واكتر الناس الكبار تصابوا اذا فهذا الكمامة والغسيل نتعيش مع هذا الفيروس ولكن نتعيش معه ونعيش حياتنا نحقاش لما عشناش هذه الحياة دينا الاطار النفسية وبعض الخطرات تكون كتر من الاطار الجسمية وشنا انهم الناس صابوا بكتئاب لا بالغين لا اطفال وخصصا الاطفال وحنا الحمد لله انه القرار وهنا الجمعية المغربية ديل طب الاطفال مع جمعيات ديل ديل لقاع المدن ديل الاطفال للطرب للرباط وهذا كانوا طالبوا باش يكون التعليم حضوري والتعليم حضوري راه مهم علاج بارسكو تنعرفوا بانه المرحيط المدرسي فهو مهم بالنسبة لصقل الشخصية ديل الطفل ادن تعليم حضوري مهم واخت سدات 136 مؤسسة فهذا ماشي ماشي كتير بالنظر العدد الكبير ديل الاطفال 4000 فوص كتر من ملايين هذا ماشي ماشي مشكيل ادن كما قلتي باش نبقاو معايشين مع هاد الفيروس وحناش نابع انه بالنسبة مثلا الاطفال والناس الصغار هاد الفيروس ما تي يشكلش عليهم خطر تيشكل خطر على الناس لأنهم امراض مزمنة ولي متقدمين في السن ولهذا هادو تنعاود نزيد نأكد عليهم باش يدروا الجرعة التالتة وكذلك تنأكد انه لكان فوسط العائلة شي واحد الكبير ومازال مدرش الجرعة التالتة ولا عنده مرض مزمن انه الوليدات يبقوا يجيوا لحقاش يقدروا ينقلوا له الفيروس هذه الخطورة ونعرف بينه الحمد لله ايضا راح تمكننا اننا نلقح اكترا من جوج المليون وستمائة الف تلميذ وتلميذ ما بين 12 و17 العام وهذا هو ساعد ونتمنى انه ان شاء الله هاد شي ينزل وانه يتمكن انه ترجع الحالات شبه تنقول شبه طبيعية وانه كذلك مع هاد شي هذا خرج القرار باش تعود تحل الحدود باش الناس يمكن يشوفوا وليداتهم اللي بغي يشوفوا وليداته وكذلك باش واحد القطاع اللي هو قطاع ديال السياحة يرجع يتعافى وش والمشكل ديال هاد الفيروس وهو التوازن ما بين ما هو صحي وما هو اقتصادي ولهذا خس يكون هالتوازن دايما نشوفوا الوضعية الوبائية ويتخذوا القرارات باش ما يكونش عندهم لا تأثير نفسي ولا تأثير اقتصادي دكتور وبنسبة الوضع اللي كنعيشوا ما كتشوف شو كينو حد النوع من التدخيم لا ماشي ماشي قدي ديال التدخيم احنا الحالة الوبائية ديال كل بلاد هي اللي تدقل اشكين خس الناس ما ينسوش بأنهم مثلا في المغرب عندنا خمسالاف خمسمائة سارير ديال وتغيب وخل واحد يدير مرض خفيف تيغيب على الأقل واحد سبعي ايام إذن لاحظنا بأنه أقسام ديال طيب وخصوصا مثلا يعطينا مثال ديال قسم المواليد بن سينا اللي تترأسه الأستاذ بركات فوق واحد الوقت كانوا عندها سبعات الأطباء لمراض إذن شكوني غديد هذوك الوليدات الصغار خصوصا وإحنا فهد إذن هاد هاد شي علاش خص ولا بد راقلتها وتنعودها تنشوفو الحالة الوبائية وتنحطار متدابير الاحترازية لحقشنا خص تعرف بأنه فاش نديرو الكمامة بحل مديرين نوياك فتنقصو حتى إلا كان شي فيروس تنقصو العدد ديال الفيروس اللي غديدخل إلا دخل العدد قليل تدير واحد مرض قليل وكذلك التعقيم تنقدرو نقصو عير بهات الجوج حتى التسعين في المئة من العدوى إذن فالأهمية ديال التدابير الاحترازية الأهمية كذلك ديال اللقاح وأننا كما قلت نبقى واقعيين وتنحكموا على الواقع ديال الوبائي كما مثلا اللجنة العلمية ديال اللقاح فبالنسبة اللقاح ديال الولدات ما بين خمس سنين وحداش عام بما أنه الحالة الوبائية عندنا بالنسبة لهذه الولدات ما كانت مشكل فتعطت توصية أنه يتلقوا عير إلا بغو والديهم عير الدرالي اللي عندهم أمراض مزمنة إذن دايما ناخد القرار بالنسبة للحالة الوبائية وتنقول بأنه صعيب بعض القرارات تتخذ أصعب ولكن دايما نوجه أنه نبقى في التوازن ما بين ما هو صحي وما هو اقتصادي واجتماعي ونفسي لحقاش تداعيات النفسية والاقتصادية رغم كبار ديل هذا الفيروس وكان هذا هو لقاءنا اليوم مع الدكتور مولاي سعيد عفيف أخي الصائف طب الأطفال اللي نقشنا معه موضوع كورونا والوضع اللي يعيش المغرب الآن فهذا هو موضوعنا اليوم وكانت هذه حلقتنا على أمل لقاءكم في موعد جديد إن شاء الله قريبا اشتركوا في القناة